حدثنا ابو النضر حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن امه سلم قالت اشتكت فاطمة شكوها التي قبضت فيه فكنت امرضها فاصبحت يوما كامثل ما رأيتها في شكوها تلك قالت وخرج علي لبعض حاجته فقالت يا امه اسكو بلي غسلا فسكبت لها غسلا فاختسلت كاحسن ما رأيتها تغتسل ثم قالت يا امه اعطيني ثيابي الجدد فاعطيتها فلبستها ثم قالت يا امه قدمي لي فراشي وسط البيت ففعت واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت يا امه اني مقبوضة الان اني مقبوضة الان وقد تطهرت تطهرت فلا يكشفني احد فقبضت مكانها قالت فجاء علي فاخبرته قال عبد الله حدثنا محمد بن جعفر الوركاني حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق فذكر نحوه مثله اشتركوا في القناة